السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري لوكالة الانباء العراقية ان احد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار هو اصلاح الدوائر المالية العامة وهي الضرائب والجمارك والجبايات وتمويل جزء من الوفورات المالية المتحققة لصالح الطبقات الهشة مشددا على ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية وذلك لتقليل الضرر الذي احدثه تعديل سعر الصرف وضاف انه من الممكن تحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال محاربة الفساد والحد من تبديل الاموال العراقية في صفقات فاسدة لان معظم مفردات التموينية هي انتاج وطني مثل الرز والسكر والطحين والزيت ومعجون الطماطم لفتن الى انه بامكان الحكومة استثمار مبادرة تعديل سعر الصرف من خلال دعم اكثر للصناعة والزراعة المحلية بعدما حصلت على ميزة تنافسية تزيد عن 23% ضد المستورة من المنتجات وبالتالي اصبح المستورة يواجه الصعوبة في منافسة المنتج المحلي وتابع ان البنك الدولي اقترح على البنك المركز العراقي تعديل سعر صرف الدولار الى 160 الف دينار لكل 100 دولار كونه السعر الحقيقي الذي يمكن ان يستقر عليه السوق المحلية قياسا الى دول الجوار مشيرا الى ان البنك المركزي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد ان القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 الف دينار مناسب وفعلا حققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية العراقية